اشتركوا في القناة حياة او موت مثلا قصة مثل اليوم من هالقصص الكبيرة حابين تسمعوها الموضوع فيه انه او الحكاية فيها انه اذا بتصفنوا شوي بمعنى هالجملة بتلاقوا ما فيها معنى واكيد في قصة كاملة اناخدت منها هالمقولة لتصير مثل على لساننا منعبر فيه عن حالة شاكين فيها بانه في وراها السر مخفي وهالسر يمكن يكون فيه شر لقلنا اصل هالعبارة بيرجع لقصة صارت بمدينة حلب بطلها اسمه علي بن موقذ هرب من المدينة بعد ما صار خلاف بينه وبين حاكم المدينة محمود بن مردس فخف انه الحاكم يقتلو او ينتئم منو باي شكل والحاكم لما بينتقم بيبطوش وبيتجبر ولما عرف الحاكم بيهرب علي امر كاتبو انه يكتبلو رسالة يطمنو فيها ويستدرجو ليرجع لحلب بس الكاتب حس انه الحاكم ناوي شر لعلي بن موقذ وكان علي بعز على هالكاتب فاحتار الكاتب وفكر كيف ممكن ينبه ويخليه حس بالشرية اللي مخبيله يا الحاكم وايجته الفكرة كتب الكاتب الرسالة وكانت رسالة عادية كتير عم يحكي فيها انه الحاكم رضيان ومو غطبان عليه والامور مستقرة وباخر الرسالة كتب ان شاء الله تعالى بتشديد النون وقت قرأ ابن موقذ الرسالة انتبه للنون المشددة وعرف انه تشديد النون مالو خطأ لغوي من الكاتب المعروف بالسلام اللغوية بس هو تنبيه مقصود فكتب ابن موقذ رسالة رد فيها على الحاكم وشكره على افضاله وثقته وختمها بعبارة ان الخاتم المقر بالانعام كمان بتشديد النون فلما قرأها الكاتب عرف انه ابن موقذ فهم الرسالة وانه بحياته ما عد يرجع لحلب طالما محمود بن مرداس هو حاكمه وهيك نبهت الرسالة اللي فيها انه ابن موقذ على الشر يلي مستني وحذرته من الرجعة ومن هون صار استعمال فيها انه دلالة على الشك بسوء النية عشبتكن القصة؟ طيب بتعرفوا روايات تانية لهالمثل؟ اذا بتعرفوا حكولنا وشاركونا ياها سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة